السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلب السنة الرابع علاج طبيعي بنستكمل شارحنا في المالة البسكولوروزز في اللي هي التشخيص الدياغنوزوف ام اس الدياغنوزوف ام اس بتشخص بكراتيريا هي انما ب اللي هي الكلينيكال فيجرز بتاعته العلامات بتاعته اللي هي مشهورة اكتر شي طبعا الكلينيكال فيجرز او تميز بي اللي هو الديستينكت تايم بتاعه الانتريفل يعني ايه ديستينكت تايم انتريفل يعني انه هو بروح وبيجي يعني مثلا اجا قبل ست شهور قبل سنة برجع التاني اذا الكلينيكال فيجرز مع انه الديستينكت تايم انتريفل هاده ولا بميزوه مع انه كمان بصيب الناس اللي هم اليانج ادلت ما بين اللي هي عشرة او عشرين سنة اللي خمسين سنة من العمر وطبعا افكت اللي هي الفميل اكتر من اللي هي الميل وايضا كمان اللي هي السيربروسباين الفلاويد السيربروسباين الفلاويد هنا هو السائل الجهاز العصبي السيربروسباين الفلاويد الجهاز السائل العصبي هنا هوت باللاقي اللي هي large amount of gamma globulin كمية كبيرة من اللي هي الـ gamma globulin في اللي هي السي اس اف وي اللي هي المايلون بريتين بريتين بتاع اللي هي المايلين شيست واكتر شي طبعا قد يجوز يكون هادولا مش كتير significant يعني clinical ماشي الحال distinct ماشي الـ age لكن اكتر شي اللي هي بحددنا اللي هي الراني المغناطيسي الـ MRI هي اللي بتحددنا اللي هي الباتشز فيه اللي هي الـ brain والـ spinal cord هم اكتر حاجة بشخصونا اللي هي الـ M-AIDS الـ M-R-I الباتشز فيه اللي هي central nervous system طيب نتكلم على اللي هي البرتكول بتاع اللي هي التريتمت بتاع الـ MS الـ medical management هو بتكون من اللي هي أربعة اللي هي drugs تكون من أربعة اللي هي drugs أول واحد اللي هو الكابوكسين 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 اللي هو بتكون made up of اللي هو 4 تكون من اللي هي 4 amino acids that present in the myelin itself يعني بتكون من أربعة اللي هي amino acids اللي هي موجودة دائمًا في اللي هي اللي هي الـ الـ الوظيفة بتاعت اللي هي الكابوكسين اللي هي عبارة عن انه اللي هي decrease the inflammation at the legion site بتقلل من the inflammation at the legion site وأيضًا كمان stimulate اللي هي T-cells T-cells اللي هي الخلايا اللي هي involved in the immune system في الجهاز المناعي يعني T-cells هي عبارة عن خلايا خلايا من خلايا الجهاز المناعي فالكابوكسين بعملها stimulation بالإضافة إلى reducing اللي هي inflammation in the اللي هي site of legion اه اه الـ 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 اللي هي الـ افنكس زي ما احنا شايفين تمام والبيتاسيرون واللي هي ريبيف هدولة الـ 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 واللي هي ريبيف الـ الـ مع بعضهم هم عبارة عن اللي احنا يعني منقولوا عليهم انترفيرون انترفيرون هدولة عبارة عن drug standard هيك ثري اه سينستيك immune system هم اللي بيعملولي على اه تلطيف في الجهاز المناعي الانترفيرون هدولة التلاتة هم بعملوا modulation for the immune system اه لذلك هدولة all the four medication modify بلطفوا اللي هو disease reducing اللي هي frequency of attack تقلل من اللي هي التردد او الهجوم على spinal cord or brain as MS as well as اللي هي progression of the disease بتقلل من progression of the disease ودولة بسموهم كلهم على بعضيهم اللي هو standardized medication يعني اللي هو العلاج الثابت لكل patient عندهم اللي هو MS بياخد اللي هي interferon اللي هم عبارة عن ثلاثة مع اللي هي الكربوكسين يعني كلهم على بعضيهم اللي هم A4 اللي هي يا ترى هل العلاج الطبيعي فعلا اللي هو relieve or reduce اللي هي disease بالطبع لا لكن اللي هو الفيزيوطربي هنا هو العلاج الطبيعي عبارة عن انه بيحاول يمنع بيقلل لكن بيمنعش disease نفسه يعني على الpatient نفسه maintain prevent not improving the condition of the patient إذن main state of treatment أو main corner بتاعت اللي هي treatment اللي هو medication اللي عبارة عن اللي هي الكربوكسين واللي هي الانترفرون مع بعضيهم الأدوية هذه بتنعطى ب اللي هي system معين لكن العلاج طبيعيا بيجي adjunct يعني مساعد لكلام هذا كله فالاهداف بتاعت اللي هي الفيزيوطربي goal of rehabilitation in patient with MS اللي هي minimize preparation يعني بتقل اللي هي التقدم الحالة maintain optimum level of function to be independent يعني بتقل بتبقي على اللي هي المستوى اللائق أو المثالي لأنه يبقى الpatient دائما independent prevent or decreasing secondary communication مضاعفات اللي هي مضاعفات الثانوية maintain separate function ولكن هنا هو زي ما احنا شايفين ما بيقول اللي هي improve هي عبارة عن minimize عبارة عن maintain مبارة عن prevent or decrease maintain and so on برضو كمان نقطة خامسة conserve energy and manage fatigue يعني الأهداف اللي هي conserve energy اللي هي انقاذ الطاقة و اللي هي minimize أو manage اللي هي الفتيق معالجة اللي هي التعب واخر نقطة اللي هي لابد من انه patient educated about the disease يعني لازم المريض واهل المريض يفهموا ما هو المرض ما هو طبيعة المرض لانه هذا مرض بيصيب اللي هو الجهاز العصبي اللي هي degradation في الجهاز العصبي و لازم نتعامل معه و لازم يكون يعني معروف إلنا انه هذه طبيعة اللي هي المرض بيحصل واحد اثنين ثلاثة منشان المريض ما يستغربش و ما يتفجأش به اللي هي العراض بتاع اللي هي المرض شكرا لكم طلبة سنة الرابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد سلطان